أكو بعض الأطراف وخاصة في الإطار التنسيقي تفكر بمركزية شديدة منهم؟ كل الأطراف الموجودة في الإطار التنسيقي يعني اللي جاي تتضغط على حكومة السيد السوداني وما يتخلي يتفهم مع الإقليم كإقليم كله؟ ريت؟ طبعا لعدمون يعني مثلا يعني عقلية عقلية البعث عقلية صدام حسين عقلية حزب البعث اللي يعني خبصوا الناس بها بعثيين وبعثيين ونقصهم كانوا يا حزب البعث للأسف يعني يعني جاي دي صدعون رؤوسنا بالمواقع وهاية مثلا لا تهت الرواحة بالطاب والله يمكن أكثر أستاذ رحيم أنا داعة شيدك اللي الأبواق مو القيادات يعني القيادات أنا عايشتهم في المعارضة واحد واحد بص الكلام بس أستاذ ياسين اي لابت terpen أستاذ رحيم أنا قلت الأبواق اللي جاي تنعت القيادات تنعت القيادات لا 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 try not to go balance أستاذ رحيم أنا قبل 2003 عايشت القيادات هذه في المعارضة أنا كند معارض، عضو قيادي في المعارضة، يعني القيادات ما جاء بالطارق، القيادات الجديدة اللي ظهرت بعد 2003 خاصة بالحشد ما حشد ما هي اللي شغلة بيهم. أنا أحكي لك السيد المالي، أنا عرفة من سوريا، العبادي عرفة، سيد عادل عبد المهدي عرفة، سيد همان حمودي، آل الحكيم يعني مو سيد عمان حكيم مو جديد، آل الحكيم أعرفهم مثلا متعاملوا إياهم ومتعاونوا إياهم، إحنا شنا بالمعارضة السواء. أنا أحكي لك على الأبواق اللي جاية تصدع رؤوسنا بالبعثية وإنه أصطدامي تكمل. أنا تغير شيء إلى قياداتي. أنا أقول لك أرجع على المشكلة الرئيسية، عقلية التعامل مع العقلين كمحافظة، كمحافظة حال ديالة، صلاح الدين، البصرة، النجف، هذه العقلية مرفوضة لدى.